ومن جديد يتوجه المبعوث الأمريكي أموس هوكشتاين إلى إسرائيل للتباحث مع المسؤولين هناك حول إمكانية الوصول إلى وقف للنار وإرساء حل طويل الأمد مع لبنان زيارة هوكشتاين تتزامن مع جلسة ستعقدها الحكومة الإسرائيلية المصغرة لبحث التطورات على مختلف الجبهات وتقييم الدربة على إيران والتشاور حول مصاري العملية العسكرية البرية ضد حزب الله في لبنان ومصير هذه العملية إما الاستمرار فيها أو وقفها كليا أو جزئيا خاصة وأن مسؤولين إسرائيليين يتمسكون بالتفاوض مع لبنان تحت النار وهذا أمر يرفضه لبنان الذي يطالب بوقف النار أولا وبعدها يفاوض واشنطن بدورها تحاول استثمار الرد الإسرائيلي المحدود على إيران لإفساح المجال أمام المفعوضات لذلك هي تكثف من تحركاتها الدبلوماسية قبل الانتخابات الأمريكية في الخامس من نوفمبر وذلك على أمل التوصل إلى اتفاق فأرسلت مبعوثها هوكشتاين للحصول على جواب إسرائيلي واضح حول مبادرته والتي تنص على وقف النار وانسحاب حزب الله من جنوب نهر الليطاني ودخول الجيش اللبناني وقوات الطوارئ الدولية وتطبيق القرار 1701 ترجمة نانسي قنقر